السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم مواد واحد مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز سالم في الجزء الرقم 17 من الفصل السادس هنتكلم عن الكريب تيست الكريب تيست في الحقيقة measure the resistance of material to deformation and failure when subjected to static load below the yield strength and at evaluated temperature يعني الكريب تيست بيئيس مدى مقاومة المادة للتشكيل أو للنيار عندما نستخدم load أو static load أقل من yield stress عند درجة حرارة طيب تعال نشوف climb يعني إيه the measure ده عبارة عن movement of dislocation by the diffusion of atom to or from the dislocation line يبقى الكريب عبارة عن movement of dislocation عمودية على السليب بلان بوافصتة الدفوجن بتاع الزراط على من أو إلى الـ dislocation line creep rate يعني إيه the rate at which material deforms when a stress is applied at high temperature يبقى الكريب rate عبارة عن معدل deformation اللي يحصل في الماتيريال عندما أستخدم stress عند درجة حرارة عام طيب الرباتشار رابيتشار تايم عفوا رابيتشار تايم the time is required for some specimen to fill by creep at a particular temperature and stress رابيتشار تايم معناه الطايم اللازم لكي تنهار العينة أو يحصلها failure معنا صح بواسطة الكريب عند درجة حرارة وسترس معينين طيب طعانا نشوف typical creep curve اللي هو mobile strain producing as a function of time for connecting stress and stress and temperature أبصي ألاقي هنا عند الـ time وأدي الـ strain أبصي ألاقي ده الـ first stage تمام وده الـ second stage اللي هو steady state وده الـ stage A النهائي أبصي ألاقي الكريب rate بيزيد كلما زادت time تمام طيب وكلما زادت time بيزيد أيضا لـ strain وصدمة الـ constant stress و constant temperature احنا مسبتينه بالنسبة للايه بالنسبة ليه الجزء بتاعنا أو بالنسبة لهذه التجربة تمام وفي النهاية ده الـ rupture time اللي احنا منتكلم عندي طيب إيه اللي بيحصل في الـ climb قلنا بإيه اللي بيحصل أولا عبارة عن ما يجي شوف الأول هنا أبصي ألاقي أين atom leaves the dislocation line لما أبصي ألاقي أن الضرة هنا من بتترك مكانه عشان تتحرك يمين أو شمال وتسيب مكانها فاضي اللي يحصل في رقم وإن atom are attached to the dislocation line by creating vacancies or eliminating illustrated أبصي ألاقي عندي أنه ده بيبين أن الضرة هنا خلاص ثابت مكانها هو عاوز يشرح في الـ S2 دول الـ climb اللي بيحصل لما قلنا أن الضرة بتسيب مكانها في dislocation line وتعمل interstitial مكان interstitial مرة تانية زي ما شفنا هنا وراحت في ناحية تانية خارز غير المكان دي كانت موجودة فيه ده الـ climb